اهلا بكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم وصفة مملحات رمضانية اكثر من رائعة بحشوة اقتصادية وتصلح لجميع نوع المعجنات بصراحة هذه الفطائر ادمان ولازم انكم تجربوها خاصة في شهر نمضان نبتدي بسم الله في تحذير العجينة للعجينة جبت وعاء خليت فيه كوب من الحليب الدافئ ملعقة صغيرة من السكر ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة النشاء السر في النشاء النشاء هو اللي راح يخلي عجينتنا عجينة هشة وقطنية رائعة وخفيفة في نفس الوقت حركتهم مع بعض حتى ذابوا كل الخميرة والسكر والنشاء بعدين ضفت كوبين ونص من الدقيق ضفت عليها ملعقة صغيرة من الملح وابتديت اعجن شوي شوي مثل ما شايفين ونسيت ما قلتلكم ضفت ملعقتين كبار من الزيت في البداية مع الحليب والخميرة والسكر والنشاء وابتديت اعجن شوي شوي بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو نحن نعجن تقريبا مدة 4 دقائق لنتحصل على عجينة يكون قوامها نفس هذا القوام بالضبط شوفوك شوفوك كيف ما شاء الله الآن نخلوها على جنب العجينة ترتاح مدة ساعة كاملة وهنا عندي بعد العجينة اختمرت معي وارتاحت ساعة كاملة مثل ما شايفين الآن على سطح العمل راح اقسمها على خمس قطع مثل ما شايفين بعد ما قسمتها على خمس قطع لاخذ كل قطعة واشكلها على شكل كرة بالطريقة الموضحة في الفيديو نخليهم على جنب مهم جدا انا نغطيهم بورق نيلون وهم على جنب مثل ما شايفين حتى ما ينشفوا معنا وانكامل نكاوروا كل الكرات بنفس الطريقة وهنا شكلهم بعد ما كاورنا هم راح اغطيهم مثل ما قلتلكم وهنا على سطح العمل راح ارش شوية نيشها مهم جدا ان اترش نيشها قابل حتى يساعدنا في فتح العجينة بكل سهولة بدون اي صعوبات وبعدين راح نبتدي نفتح العجينة جبت اول كرة من الكرات اللي جاهزناهم ورح ابتدي افتحهم على شكل افتح الكرة على شكل مستطيل بالطريقة الموضحة في الفيديو وبعد ما فتحتها على شكل مستطيلي بهالشكل راح نبتدي نحشاها انا هنا للحشو وعندي سلسة البيزا راح استخدمها وعندي زيتون وعندي تونة وعندي جبنة الموزرلة هذا الذ حشو بالنسبة ليا يصلح لكامل انواع المملحات وكامل انواع المعاججنات الان راح اجيب ملعقة من سلسة الطمات وما خلاها في الفق العجينة بالطريقة هذه اخلي فقها التونة اخلي فقها الزيتون واكيد جبنة الموزرلة نفس الطريقة الموضحة في الفيديو وبعدين راح نبتدي نلف العجينة بالطريقة الموضحة في الفيديو ونلفه أو نلفه بالطريقة هذه بعدها نكمل نلفه باقي اللفات نلفها على شكل رولز مثل ما موضح معكم في الفيديو يعني طريقة هذه المبالحات من أسهل وأبسط الفطائر اللي ممكن تعملوهم صراحة جدا رائعين خاصة في شهر رمضان وبعد ما شكلناها على شكل رولز بالكامل ما يحتاج أن نسكرها مجرد نقطع الزوائد اللي موجودة من اليمين والشمال في العجينة وبعدها نخليها في سنية الفورن مهم جدا سنية الفورن إما تكون مدهونة بالزيت أو يكون فيها ورق زبدا نجيب القطعة الثانية من العجينة وبنفس الطريقة نرش ونشاوي وبعدها نبتدي نفتحها على شكل مستطيل وبعد ما فتحناها رح نحشاها بالصالصة البيزا وبالتونة مثل ما شايفين وبالزيتون أكيد وجبنة المزاريلا أنصحكم نجربوا هذه الحشوة يا جماعة في أي مملحات ممكن تعمل لهم وفي أي أنواع الفطائر بصراحة رهيبة هذه الحشوة تجيكم لذيذة ماشاء الله ونبتدي نلفة واللفة على شكل رولز ونبتدي نكمل اللفة من اللفات على شكل رولز بالطريقة الموضحة في الفيديو مثل ما شايفين وبعد ما كملنا لفينها نشيل الزوائد اللي موجودين من الجوانب ونخليها مع الثانية في سينية الفرن مثل ما قلت لكم ونكمل نحطهم كلهم في سينية الفرن بالطريقة هذه ومن بعد نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق حتى يختمروا معنا مرة ثانية وبعد 10 دقائق صاروا جاهزين معنا الآن عندي بيضة رح أجيب بيضة وأدهنهم بالبيض بالطريقة هذه بعد ما ندهنهم بالبيض رح نقطعهم كل حبة قطاها على ثلاث أجزاء مثل ما شايفين بالطريقة هذه وبعد ما نقطعهم بالسكيل بنفس الطريقة رح أجيب حبة البركة أو إذا موجود عندكم شوية سمسم ونبتدي نرشهم شوية بحبة البركة بالطريقة هذه ويكونوا جاهزين معنا بصراحة أرض وأسهل شيء ممكن تعملوه وجربوني وعطوني رأيكم الآن نحن ندخلهم للفرن على درجة الحرارة 180 من فوق ومن تحت تقريبا مدد 20 دقيقة ومن يصير لونهم بهذا الشكل لون ذهبي نطلعهم الفرن وصاروا جاهزين معنا وهنا في صحلة التقديم رشت عليها بشوية مقدون تشوفوا ما شاء الله كيف شكلهم رائعين رائعين أنصحكم نجربوهم كثير رح ينفعوكم في شهر رمضان كثير ورح يفيدوكم يعني الوصفة رهيبة يا جماعة رهيبة ما كنش أتوقع إنها بالجيني لذيذة من أول مرة بالطريقة هذه صراحة الكل في العيلة عجبهم أتمنى تجربوا الوصف وتعجبكم إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا عليها بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر